إنجاز نوعي جديد يضاف إلى إنجازات العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً في عام 2023 وهو بدء تشغيل مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي وعند البدء بتشغيله سيتمكن من التعامل مع ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة السابقة البالغة 15 مليون ونصف المليون مسافر في 2022 وسيكون المبنى أيضاً قادراً على التعامل مع أحد عشر ألف مسافر في الساعة الواحدة وتشغيل 79 طائرة في نفس الوقت وسيخدم مبنى المسافرين A 28 شركة طيران بالمجمل حال البدء بتشغيله بكامل طاقته تضم 117 وجه حول العالم ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران وتضم قائمة الشركات التي ستعمل من المبنى الاتحاد للطيران العربية للطيران أبوظبي ووزئير أبوظبي إضافة إلى 15 شركة دولية أخرى وفي أكتوبر الماضي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي ليصبح مطار زايد الدولي على أن يبدأ تفعيل تداول الإسم الرسمي الجديد تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام في التاسع من فبراير 2024